طيب ما تقولي طيب ما احنا كلنا مؤمنين باليوم الآخر ومع ذلك ده بيظلم وده بيقولك لا الإيمان الذي نقصده هو الإيمان الكامل اليقين في الله سبحانه وتعالى لو إيمانك باليوم الآخر ما منعكش من الظلم ومن الاعتداء ومن سوء الأخلاق يبقى راجع نفسك وحاول تزود جرعة الإيمان في قلبك الإيمان يزيد وينقص نعم الإيمان يزيد وينقص ينقص بالعقل والمعرفة والعلم يزيد بالعقل والمعرفة والعلم ويزيد بالطاعات والتقرب إلى الله عز وجل وبإنك تسأل الله عز وجل اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة يبقى الإيمان بيزيد والإيمان بينقص بالمعصية وبالغفلة وبالبعد عن العلم ومجالس العلم لمن ينقص ولذلك تجد الإنسان مؤمن بالله واليوم الآخر لكنه في غفلة في غفلة عن الله عز وجل في غفلة عن اليوم الآخر وكلما الإنسان غفل عن اليوم الآخر كلما ساءت عبادته وساءت أخلاقه مع الناس شوف الناس المؤمنة ماذا فعل فيها الإيمان باليوم الآخر إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا هكذا قال الله عز وجل عن هؤلاء المؤمنين باليوم الآخر الإيمانهم باليوم الآخر خلهم يطعمون الطعام ويرفقون بالضعفاء ويعملوا الخير لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا إنما يريدون من الله أن يقيهم شر يوم القيامة هكذا يسعدون بالإيمان باليوم الآخر لأنه جعلهم محسنين إلى الناس الإيمان باليوم الآخر واليقين به وتجديد الإيمان باليوم الآخر يجعل الإنسان محافظ على العبادة رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب يخافون يوما خفهم من اليوم خلهم يصوم ويصلوا وهم المستفيدين الله لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية المستفيد الوحيد من الطاعة وترك المعصية هو أنت فأنت بالطاعة تسعد وبترك المعصية تسعد ويطمئن قلبك ولذلك الإيمان باليوم الآخر يجعل الإنسان صالحا في نفسه محسنا إلى غيره